ده سؤالنا دايما أو سؤالكم دايما يا ترى ايه اخبارنا النهاردة وايه اخبار الزمالك النهاردة وده السؤال اليومي وده سؤال كل يوم والغاية يوم 20 اكتوبر هيفضل السؤال ده بيتردد في ازهان الزمالكوية كلهم لان كلنا في انتظار موعد ليلة عودة الكرة الزمالكوية ومطش كبير جدا منتظرنا الزمالك وي بيرامدز في نصف نهائي كاس السوبر طيب خلينا نروح او نتطمن على الفريق واخبار فريقنا ورحلة سفر كابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة الى الامارات عشان يرتب كل احتياجات الفريق ومن تنظيم الاقامة وملعب التدريب وعشان يتطمن ان كل شيء جاهز لاستقبال وتمرينات الفريق بنسبة 100% ولكن خلينا برضو ننتقل لشقة تانية وهو احنا عارفين قد ايه التنظيم الاماراتي مميز جدا 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 وما عندهمش ابدا ابدا مجال للصدفة وحيا انه ده قرار كان سليم جدا واتواجد كابتن عبدالواحد السيد قبل وصول البعث على الاطمأن طبعا على كل حاجة تخص الفريق ولتوفير كافة سوبر الراحة كمان للفريق الاول من اجل رحلة كاس السوبر حان مش بس كده عايزة تطمرك في نفس الوقت على صفوف الفريق وطمنك ان هي تكتمل خلال الساعات الجاية بعودة اللاعبين الدوليين الى التدريبات ومنه على طول للسفر مباشرة الى الامارات يمكن لو بصيت اتلاقي انه مفيش وقت طويل كان اللافعون الجهاز الفني هم يدوب بالزبط ثلاث ايام بس نستعد فيهم طيب انت عارف ان انت داخل مباراة صعبة وطبعا مستر جوزي جومز ماشي خطوة بخطوة يعني انا منفعش هفكر في النهائي من غير ما اصلا كده عندي اصلا يوم عشرين مباراة صعبة جدا والمطلوب فيها ان الفريق يكون جاهز بنسبة مية في المية ان شاء الله الزمالك برضو بيستعب يعني في نفس الوقت الزمالك بيواصل لسه استعداداته وبيستعب مع مستر جومز من خلال طبعا الوديات اللي حصلت للتدريب قبل مباراة السوبر وزي ما قالت لك هو ده نفس السنراري وزبط اللي حصل قبل السوبر الافريقي وانت عندك الدفعة المعنوية الكبيرة اللي تخليك تدخل المباراة دي وانت عارف انك انت بطل السوبر الافريقي ولك كل الدعم ولك كل الاحترام وكل التقدير وانت عندك لعيبة قادرة طبعا ان هي تعدي عقبة بيرمتز بعد كده ان شاء الله نوصل للنهائي